أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى بعضا من صفاته وقدرته وحكمته وعلمه وأن الملك بيده سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير وبعد أن بين بعضا من مظاهر قدرته في إدراج الليل في النهار وإدراج النهار في الليل وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي وأن الرزق بيده سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب بين لعباده المؤمنين المنهج الذي يجب أن يلتزموه أن لا يطيعوا غيره سبحانه وتعالى وأن لا يوالوا أعداءه وهذا خبر لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين هذه هي علامة الإيمان الصحيح أن المؤمن لا يوالي أعداء الله لأن موالات أعداء الله نقض لهذا الإيمان هؤلاء أعداء الله يحادون الله ويضادون أمره فالذي يطيع الله سبحانه وتعالى لا يتصور منه أن يوالي أعداءه لا يتصور منه أن يوالي أعداءه وهذا خبر لكن المقصود به الأمر يعني النهي أن لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لأن الولاية الحقيقية إنما تكون لأهل الإيمان المؤمنون بعضهم أولياء بعض كما قال الله تبارك وتعالى المؤمنون بعضهم أولياء بعض والكافرون بعضهم أولياء بعض فالمؤمن الحق يجب أن يتبصر هذا الأمر وأن لا يعطي ولايته إلا لأهل الإيمان ولمن يحبهم الله سبحانه وتعالى من يفعل ذلك من يوالي أعداء الله يضاد حكم الله سبحانه وتعالى ليس من الله في شيء ما معنى ليس من الله في شيء يعني أنه ليس له عند الله سبحانه وتعالى ولاية وليس له قرب وليس له رحمة من الله سبحانه وتعالى بسبب موالاته لأعداء الله تبارك وتعالى وهنا أيها الإخوة لا بد أن نقف وقفة معينة نفصل فيها بين أمرين قد يختلط الحال فيهما على بعض الناس فيه موالاة وفيه معاملة الموالاة محبة نابعة من القلب من صميم القلب وهذه لا يمكن أن تكون بين المؤمن والكافر ليس لطبيعة الخلقة ولا للجنس ولا للون ولكن لأن هذا الكافر ضاد الله وخالف أمره ولم يتبع أمر الله سبحانه وتعالى فلذلك المؤمن لا يواليه من قلبه الولاية القلبية هذه لا تكون إلا لأهل الإيمان لكن المعاملة لمصلحة الدنيا يبيع يشتري يتعاقد لكل ما كان من مصلحة الدنيا ولم يترتب عليه مضرة في الدين فلا بأس وقد عامل النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير خلق الله وهو المبلغ عن الله عامل غير المسلمين مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير اشتراه لأهله وقد عمل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند امرأة يهودية يستقي لها من بئرها لتسقي نخلها هذا لا شيء فيه لكن هذا فرق يعني هذا الأمر لا بد أن يتصوره الإنسان المسلم فالمعاملة لمصلحة الدنيا وحتى المعاهدة لمصلحة الدنيا إذا كان هذه المعاهدة فيها مصلحة للإسلام والمسلمين وفيها درء شر عن المسلمين فلا بأس من ذلك وقد وادع النبي عليه الصلاة والسلام اليهود اليهود عندما جاء إلى المدينة وعقد بينه وبينهم وثيقة صلح لكن هذا لا يعني أنه يقبل بدينهم ولا يعني أنه خرج من الإسلام ودخل في دينهم ولا أنه تنازل عن شيء من دينه ولا أنه يميل إليهم ميلا قلبيا لا هذه معاملة لمصلحة الدنيا تعاهدوا على ماذا؟ تعاهدوا على النصرة وعلى الدفاع عن المدينة ضد الأعداء الذين يأتون إليها من الخارج وهذه لمصلحة الدنيا لكن المحبة القلبية محبة المؤمن لمن تكون للمؤمنين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيبون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعوا ومن يتولى الله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون لا بد أن نتصور هذين الأمرين وأن لا نخلط بينهما فرق بين هذا وهذا ولذلك فيه معاهدات تجارية معاهدات اقتصادية ومعاهدات سياسية ويعني أمور كثيرة لمصلحة الدنيا لا بأس منها إذا لم يكن فيها ضرر على الدين ولا على أهل الدين نعم قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه وهذا أمر أيضا لا بد أن نتصوره على حقيقته التقية هذه ما معناها التقية هي اتقاء الشر اتقاء الشر أن ترى عدوا لا تستطيع أن تتخلص منه ولا أن تدرأ شره إلا بأن تتلاين معه إلا بأن تذكر له شيئا يحبه من غير أن تتوسع بمقدار الحاجة أن تظهر له أنك لا تكرهه أنك يعني ترغب فيما يقول أنك تستمع لرأيه إذا اضطررت إلى ذلك التقية هذه متى تكون إذا اضطر الإنسان المسلم لها وهذا له دليل أولا قوله تبارك وتعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه هذا استثناء للحاجة وقد ثبت ثبت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو بمكة عندما كان في مكة أنه جاءه عمار بن ياسر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وعن أمه وعن أبيه أمه وأبوه استشهد أول شهيدين في الإسلام من هما عمار وزوجه سمية أول شهيدين في الإسلام استشهد بقي عمار ابنهما فمسه الكفار بعذاب أليم عذبوه بسنوف الأذى وما تركوه حتى نال من الرسول عليه الصلاة والسلام ما معنى نال يعني سب الرسول وأظهر أنه ليس على دينه فتركوه فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام باكيا يبكي ما لك يا عمار ما بك قال أخبره القصة ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى رحمة هذا الدين يتماشى مع طبائع الخلق ليس هذا الدين شيئا لا يمكن تقبله ولا العمل به ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله ما استطعتم الإنسان يتقي الله بحسب استطاعته قال له إن عادوا فعد لو أمسكوا بك مرة أخرى وضربوك وآذوك ولم تستطع الاحتمال وطلبوا منك أن تقول مثل هذا القول قل قل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولذلك الله تبارك وتعالى يقول من كفر بالله من بعد إيمانه نزلت هذه الآية في هذا الموقف إلا من أكره من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا هو عمار وأمثاله نعم فالتقية هذه إذا خشي الإنسان ولم يجد وسيلة يدفع بها الشر أو يتخلص بها من الأذى إلا أن يتلاين أو أن يظهر شيئا من المحبة من لسانه لكن ما في قلبه غير ذلك فلا بأس لكن من غير أن يتوسع من غير أن يجعل هذا دينا وعملا مستمرا يقوله الإنسان بحاجة وبغير حاجة لا إلا أن تتقوا منهم تقاه في هذا الوضع الشديد في هذه الحاجة وفي الضرورة لا بأس دفع يدفع بها الأذى عن نفسه لكن من صبر هذا ليس في حق كل الناس جميعا في حق من لا يستطيع الصبر لكن من كان عنده قوة وجلد وإظهار لدينه حتى ولو أصابه ما أصابه هذا أفضل وأكمل لكن هذا ليس في حق كل الناس عامة الناس لا يستطيعون هذا الأمر فالله جعل لهم رخصة إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه تهديد شديد حذركم في ماذا يحذركم الله نفسه يعني عذابا من عند نفسه على ماذا على موالاة الكافرين هؤلاء أعداء الدين أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين هؤلاء إذا وقع الإنسان في هذا هذا وقع فيما حذره الله منه من العذاب الأليم خرج من دائرة المؤمنين وينتظره العذاب الأليم في يوم القيامة إن لم يتب مما هو فيه وإلى الله المصير حتى وإن ظن أنه في هذه الدنيا كسب شيئا أو حصل أمرا يحبه لكن لا بد أن يتذكر أن المرجع والمصير إلى الله تبارك وتعالى فسيحاسبه على كل ما فعله كبيرا كان أو صغيرا ثم تأتي الآية الأخرى تبين حقيقة الأمر هل أنت أيها الإنسان المسلم الذي اتخذت هذا الموقف اتقيت منهم تقاه اضطررت إلى ذلك أو أنت فعلته محبة حقيقية لأن المحبة الحقيقية لأعداء الدين معناها محبة لما هم عليه معناها رفض لدين الله تبارك وتعالى إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله عندما يوكل الإنسان إلى ما في نفسه ويعلم أنه سيحاسب على هذا إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه قد يخفى هذا على الخلق لكن لا يخفى على الله يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يعلم ما في نفوسكم ويعلم ما يجري في هذا الكون في الأرض وفي السماء ومع كل الخلق يعلمه الله سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر هذه التصرفات هذه الأفعال البدنية أو القلبية المحبة هذه من الأمور القلبية يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر متى هذا؟ في يوم القيامة الخير الذي عملته تجده أمامها وما عملت من سوء تجده أيضا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا في يوم القيامة عندما يرى الظالم عندما يرى الكافر عندما يرى الفاجر سيئاته يتمنى أنه يتخلص منها أنه يعود ولكن لا تساعة مندم لا يستطيع أن يعود تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه هذه تكررت التحذير مرتين مرة في الآية الأولى إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وهنا ويحذركم الله نفسه زيادة في التأكيد حتى ينتبه الناس جميعا إلى وجوب الثبات على دين الله وعدم المصير إلى شيء مما يخالف طاعة الله تبارك وتعالى والله رؤوف بالعباد من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يعاجلهم بالعقوبة من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يسر عليهم في حال الضرورة في حال ضرورة هذه أمثال هذه أو في حال الاضطرار لتعاطي شيء من المحرمات كالأكل من الميتة عند الضرورة ونحو ذلك الله رؤوف بالعباد هذا من لطف الله ورحمته بعباده تبارك وتعالى الله رؤوف بالعباد نعم ثم بعد ذلك جاءت الآية الأخرى تؤكد على قضية المحبة دعوة المحبة هذه من الدعاوة التي تطلق كثيرا ويقولها الكثير للكثير أحبك تحبني والمحبة ما دفعني إلى ذلك إلى مجيئك إلى مقابلتك إلى مكالمتك إلا محبتك هذا كلام لا نعلم حقيقته لنا الظاهر والله يتولى السرائر لكن المحبة الدينية التي هي الأساس في هذا الدين المحبة الدينية قل إن كنتم تحبون الله يعني ما هو البرهان هذه تحتاج إلى برهان كل دعوة لا بد لها من دليل الآن الذي يذهب إلى القاضي يريد أن يرفع له دعوة معينة أمام القضاء لا بد من دليل يذكر دعوة هذا ضربني هذا أخذ مالي هذا اعتدى علي إلى آخر ما هناك ما دليلك إذا لم يكن هناك دليل تسقط الدعوة والدعاوة يقول الشاعر والدعاوة إن لم تكن لها بينات أبناؤها أدعياء غير مقبولة قل إن كنتم تحبون الله ماذا نعمل يا ربنا فاتبعوني يحببكم الله هذا البرهان العملي على محبة الله ما هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام كلام موجز محكم مفيد لا يختلف عليه تريد أن تثبت أنك تحب الله اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو البرهان أما هذه الدعاوة والذين يرقصون ويتمايلون ويتظاهرون بالكلام وكذا هذا ليس هو البرهان الحقيقي البرهان الحقيقي على محبة الله اتباع ما جاء عن الله على رسان رسوله عليه الصلاة والسلام كنتم تحبون الله هذا كلام الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هذه نتيجة المحبة الحقيقية اتبعوني يحببكم الله تكونوا بذلك تكونون بذلك أحباب الله بماذا؟ باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو البرهان الحقيقي وهذا هو الميزان الدقيق الذي لا يختلف عليه إن كنتم تحبون الله يعني إن كنتم تزعمون أو تقولون إنكم تحبون الله البرهان العملي ما هو؟ اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك كان الاتباع كما يقول العلماء رحمهم الله هو جادة الدين العريضة ما معنى الجادة؟ الطريق الكبير الذي لا يضل ولا يسقط من مشى عليه طريق واضح الاتباع تبعوني يحببكم الله وهذا ميزان يمكن أن نقيس به كل أعمالنا وتصرفاتنا في هذه الحياة أعمال كثيرة يفعلها الإنسان يريد أن يتقرب بها إلى الله قبل أن تعمل العمل لا بد أن تجري عليه هذا الاختبار هل هذا موافق لهدي الشرع؟ هل هو موافق لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو غير موافق؟ إن كان موافقا فنعم نعم ذلك لكن إن لم يكن موافقا فلا ولا كرامة هذه هي العلامة الحقيقية لمحبة الله اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تحقق ذلك للعبد أحبه الله وغفر له ذنوبه والله غفور رحيم يعني مع ذلك هذا الإنسان الذي يتبع ما جاء عن الله على رسان رسوله عليه الصلاة والسلام ويتلبس بالمحبة الحقيقية ليس مأصوما يحصل منه الخطأ تحصل منه الهفوات لكن الله غفور رحيم خاصة لهذا الصنف الذي تحقق بالمحبة الخالصة الله سبحانه وتعالى يغفر له ويتجاوز عن سيئاته قل أطيع الله والرسول هذا تأكيد لأمر المحبة وأنها لا تنال إلا باتباع ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام كيف نصل إليها أطيع الله والرسول وطاعة الرسول وطاعة الله أمران متلازما من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا علامة الحقيقية على طاعة الله طاعة الرسول لأنه لا سبيل لنا لا سبيل لنا إلى معرفة ما جاء عن الله إلا بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام نحن لا يوحى إلينا ولم يأتنا جبريل ولم ينزل علينا القرآن ولم يلقي الله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته إلى قلوبنا إنما ألقى بها إلى رسوله عليه الصلاة والسلام فالطاعة للرسول طاعة لله ولذلك بعض هؤلاء المغفلون أو المؤفونون الذين يشككون في بعض قضايا الدين ويقول هذه ما جاءت في القرآن الكريم يقولون الخمر ما حرمت في القرآن الكريم سمعتم بهذا يقولون الخمر ما حرمت في القرآن الكريم من أين لكم؟ قال لأن الله قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما قال حرمت عليكم الخمر ما قال حرمت عليكم الخمر لذلك عندما عرض هذا الأمر على حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم الرسول عليه الصلاة ماذا قال؟ جاءت امرأة وتقول أنها وقرأت القرآن كله فما وجدت فيه هذه الآية أنه حرمت عليكم الخمر قال لو كنت قرأتيه لقد علمتيه يعني لو قرأتيه القراءة الحقيقية قرأت الفهم والتدبر لعلمت هذا الأمر ألم يقل الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الخمر إذن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله تبارك وتعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين هذا ذنبه على جنبه كما يقولون هذا الذي يخالف ولا يقبل ولا يطيع ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام الله لا يحب الكافرين لماذا قال إن الله لا يحب الكافرين هذه الكلمة يفهم منها أنه كفر الذي لا يحب الله والذي لا يطيع رسول الله هل هو من عداد المؤمنين لا لذلك قال الله إن الله والله لا يحب فإن الله لا يحب الكافرين ختم هذه الآية التي أوجب فيها الطاعة له ولرسوله عليه الصلاة والسلام بأنه لا يحب الكافرين يعني من تولى لم يقبل بطاعة الله ولم يقبل بطاعة رسوله هذا من الكافرين لأن الله سبحانه وتعالى أوجب له عدم المحبة فإن الله لا يحب الكافرين فهذه مسألة يجب أن تعلم وهذا من بلاغة القرآن ما قال إنه من الكافرين قال إن الله لا يحب الكافرين أين الكافرون هؤلاء هم الذين خالفوا أمر الله ولم يطيعوا الله ولم يطيعوا رسوله عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين يقولون لا هذه الآيات هذا الشرع نزل للصحابة نزل على قوم كانوا في بيئة بدوية يعني يناسبها تناسبها هذه الأحكام أما الآن تطور الزمن تغير الحال ها فلذلك لا هذا الآن ما يلزمنا لا الربى محرم منذ أن نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام وبالله الأمة والآن وإلى أن تقوم الساعة فما يصح أن تقول إن المعاملات تغيرت الآن فالربى الآن من ضرورات الحياة لا الربى محرم والخمر محرم والزنا محرم والعلاقات هذه كلها محرم هذا لأن الذي أنزلها وشرعها هو العليم الخبير وهو الذي اختار محمد عليه الصلاة والسلام ليكون رسوله المبلغ عنه وخاتم رسالاته إلى يوم الدين كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ولا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذ لهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك نعم ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى موضوع يعني شيق جدا يدل على حكمة الله وعلى قدرته وعلى تفرده بالخلق والأمر ليس له شريك ليس له شريك لا في أمره ولا في خلقه ولا في حكمه وهذا كله تأكيد لما تقدم عندما يعلم العبد صفات الله التي تقدمت معنا أنه الملك وأنه القادر وأنه الخالق وأنه الرازق وأن طاعته واجبة وطاعة رسوله واجبة وأن من خالف ذلك هو من الكافرين هنا تأتي أيضا هذه الآيات تبين شيئا مما اختص الله به تبارك وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم ما وآل عمران على العالمين اصطفاء يعني الاختيار اختارهم لماذا اختارهم لنبوته اختارهم لرسالته اختارهم لتبليغ شرعه في حياة الناس التي يعلمونها الآن عندما يحتاج الإنسان إلى خدمة معينة من آخر من البشر يختار من يختار من يصلح لهذه إذا أراد أن يرسل رسالة رسولا إلى أحد يبلغه بأمر أو يطلب منه شيئا أو حتى يخطب منه فتاة يخطب منه يد ابنته يرسل من يأخذ أي أحد يختار يختار من يصلح لهذا الأمر فالله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يرسل هدايته إلى الخلق لا بد أن تكون هذه الهداية على يد أكمل الخلق لا يصلح أن تكون كيفما اتفق هو صاحب الخلق هو صاحب الأمر وله الحكم وهو على كل شيء قدير إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم صفى آدمك على أي ما معنى اصطفى آدم اختاره اختاره ممن اختاره من الخلق إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق السماوات سبعا وخلق الخلق اختار منهم آدم ما اختار الجن ولا الملائكة ولا الشياطين اختار آدم اختار آدم إن الله اصطفى آدم ليكون أبا البشر وأمده بفضائل عديدة من كرمه تبارك وتعالى خلقه بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه جنته هو القادر في ملكه هل يملك أحد أن يعترض على ذلك لا لا اصطفى آدم طيب وآدم هو أبو البشر هو نبي من أنبياء الله آدم هو أبو البشر إن الله اصطفى آدم ونوح نوح عليه السلام بعد آدم اصطفاه الله سبحانه وتعالى لتبليغ رسالته وهذا النبي الكريم الذي هو من أولي العزم من الرسل أعطاه الله سبحانه وتعالى من القوة والصبر والاحتمال والحكمة ما لم يؤتيه أحدا غيره يكفي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قال فلبت عن نوح فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما لبث فيهم ماذا يساكنهم يدعوهم فأخذهم الطوفان وهم ظالم ألف سنة إلا خمسين عاما وهو يدعوهم إلى عبادة الله قال فما آمن معه إلا قليل نوح لو لا أنه بهذه المثابة أنه من المصطفين الأخيار هل كان يثبت هل كان يصبر هذا الزمن الطويل كان يعني ينصرف لأول وهله لكنه صبر هذا الصبر الطويل نوح عليه السلام إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء كما يقولون بعد نوح عليه السلام والله اصطفاه واصطفى ذريته آل إبراهيم كل الأنبياء الذين وجدوا بعد إبراهيم عليه السلام هم من ذريته هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده يؤتيه من يشاء ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله من الذي يعترض من الذي لا يقبل إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم من من آل إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب بعد إسحاق والأنبياء الذين جاءوا بعده وموسى وهارون وداود وسليمان كلهم هؤلاء من ذريته إبراهيم عليه السلام والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يعني آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة ورزقناهم من الطيبات فقال إبراهيم الله سبحانه وتعالى آتاهم الله الملك آتاهم النبوة وآتاهم الملك من الذي يعترض على هذا إن الله ومن ذرية إبراهيم عليه السلام من نبينا محمد عليه السلام ما قال إن الله اصطفى محمدا هنا قال ذرية إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام من ذرية إبراهيم عليه السلام لأنه من ذرية إسماعيل وإسماعيل من ذرية إبراهيم عليه السلام وآل عمران آل عمران أيضا هؤلاء من ذرية إبراهيم عليه السلام آل عمران هذا عمران أبو مريم مريم ابنة عمران عليه السلام أم عيسى أم عيسى من آل عمران اختارهم الله واصطفاهم لأنه هو الذي خلقهم وهو يعلم أنهم أفضل أهل زمانهم في كل زمان هؤلاء الأنبياء هم أفضل أهل زمانهم لأنهم لو لم يكونوا كذلك من الذي يقبل بما يقولون من الذي يقبل كلامهم إذا لم يكونوا أحسن وأفضل وأكمل من هو موجود كيف يقبل كلامهم كيف يقبل كلامهم ولذلك كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق وأفضلهم لا يستطيع أحد أن يطعن عليه في خلقه ولا في سيرته عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق وكلنا نذكر قصة طالوت طالوت وجالوت طالوت أرسله الله سبحانه وتعالى ملكا على بني إسرائيل كما طلبوا إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم أن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ثم لما جاءهم أخبرهم نبيهم أن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا كيف يكون هذا ماذا قال النبي قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم الله اصطفاه هو أعلم بمن يصلح لهذا الأمر فقضية الاصطفاء هذه من الله سبحانه وتعالى ولذلك عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة نسبه معروف وخلقه وسيرته معروفة لا يشكك فيها أحد النبي عليه الصلاة في مجتمعه وفي قومه لكنه ما كان من أهل الثراء ولا من أهل الغناء ولا من أهل السلطة لكنه معروف بنزاهته وطهارته ماذا قالوا قالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني في الطائف كان فيه رجل من ثقيف مشهور اسمه عروى بن مسعود وفي مكة كان فيه الوليد ابن عتبة والد خالد بن الوليد رضي الله يعني ما يصلح أن يكون هذا محمد الفقير اليتيم أن يكون هو النبي لا يعني لو كان هذا القرآن لو كان هذا القرآن حقا لنزل على رجل من القريتين عظيم هذان الرجلان مشهوران في هذه المنطقة كان المفروض المفترض أن ينزل القرآن عليهما ماذا قال الله تبارك وتعالى جواب مباشر أهم يقسمون رحمة ربك هذه رحمة مباشرة نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اللي يتخذ بعضهم بعضهم سخرية الحياة الدنيا هذا غني وهذا فقير وهذا متوسط وهذا صحيح وهذا مريض وهذا قادر وهذا عاجز نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا بحكمة أرادها الله حتى تأمر الحياة فلماذا تعترضون على أنها الله سبحانه وتعالى أعطى النبوة لمحمد ولم يعطيها لفلان ولم يعطيها لعلان إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين يعني على عالمي زمانهم لماذا نقول هذا؟ لأنه جاء بعدهم محمد عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وأكملهم بلا شك إمام المتقين وسيد الأنبياء والمرسلين فلو قلنا إن هؤلاء أفضل الخلق مطلقاً للزم منه تفضيلهم على محمد عليه الصلاة والسلام لكن المقصود عالمي زمانهم ولذلك بنوا إسرائيل عندما قال الله تبارك وتعالى فيهم وفضلناكم على العالمين يعني على العالمين الموجودين في زمانهم لكن هم الآن يريدون أن يجروا هذا التفضيل على أحقاب الزمن إلى قيام الساعة ويقولون هم شعب الله المختار لا لا إن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم هذه الذرية المباركة ذرية إبراهيم عليه السلام ذرية بعضها من بعض ما معنى بعضها من بعض يعني في النسب كلهم يرجعون إلى نسب واحد ويرجعون إلى أهم من ذلك إلى دين واحد إن الدين عند الله الإسلام هؤلاء كلهم دينهم الإسلام ذرية بعضها من بعض متعاونة مشتبكة متفقة في أنسابها متفقة في دينها والله سميع ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم هذا الاستفاء أيها الإخوة فضل من الله تبارك وتعالى ليس لأحد أن يعترض عليه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق خلق السماوات سبعا خلق الخلق ثم اختار من الخلق آدم بني آدم ثم اختار من بني آدم العرب ثم اختار من العرب مضر ثم اختار من مضر قريشا ثم اختار من قريش بني هاشم ثم اختارني من بني هاشم النبي أسر فأنا خيار من خيار هل هذا جاء من عند أحد من الخلق حتى يمنعه حتى يحوله إلى شخص آخر لا هذا من الله سبحانه وتعالى الحديث الآخر أيضا الذي رواه الإمام مسلم إن الله اختار من الأمم العرب واختار من العرب كنانة واختار من بني كنانة واختار من بني كنانة قريشا واختار من قريش بني هاشم واختار نيم بني هاشم يؤكد هذا المعنى اختيار من الله سبحانه وتعالى وهذا فيه ما فيه من الدلالة على طهارة النسب والحسب والاستحقاق لفضل الله سبحانه وتعالى ولهذا الأمر العظيم الذي أهله الله تبارك وتعالى له فليس من حق أحد أن يعترض ولا أن يشكك ولا أن يشكك ولو وجد الكفار كفار مكة الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لو وجدوا مطعنا أو مغمزا على النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته لطعنوا به قالوا هذا الرجل لا يصلح لأنه فيه كذا وكذا وكذا لكنهم ما استطاعوا فإنهم لا يكذبونك يقول الله تبارك وتعالى مطمئنا لرسوله ومسريا عنه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون هم يعلمون صدقك لا تخف آذوه وكذبوه وقالوا مجنون شاعر وساحر إلى آخر ما هناك لكن في حقيقة الأمر هم في دواخل نفوسهم قال الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون الآن أيها الإخوة سيأتي معنا موضوع امرأة عمران أم مريم ومريم أم عيسى عليه السلام وما جاء بعد ذلك من قضاء الله سبحانه وتعالى وحكمه وظهور حكمته لكن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التفصيل ولا يكفي له ما تبقى من الوقت فنتوقف هنا على أن نتابع الأمر إن شاء الله في الدرس القادم نعم معنا هنا بعض الأسئلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يغفر ذنوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يرزقنا الثبات على هذا الدين وأن نكون مطيعين لله ولرسوله وأن نحقق اتباعنا لنبينا عليه الصلاة والسلام حتى تتحقق لنا محبة الله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر